زي ما قلت لكم كابتن محمود الخطيب وعد في اجتماعه مع اللاعبين بمكافئات ضخمة وبصرف مبلغ كبير من مستحقتهم ومكافئة الفوز باللقب في حالة الفوز على الزمالك لانه بالنسبة لكابتن الخطيب بيعتبر الفوز على الزمالك بكرة ضرب اكتر من عصفور بحجر واحد اولا كسب بطولة بعد الاخفاق الافريقي دي نمرة واحد نمرة اتنين الفريق حيستعيد قبل ما يستعيد مستوى يستعيد حاجة مهمة جدا هبته الاهلي فقد هبته قبلها الجزء من انتصارات الاهلي والزمالك قدام الاندية التانية حتى لو فيتها راجع فن الهيبة بتنزل تقابل فاركو الاهلي لو هيبة بتنزل تقابل سيراميكا الاهلي اللي هيبة حتى فيوتشر حتى بيراميدز اي حد فالاهلي فقد هبته الفترة جفتت بصراحة خسر من سموحة خسر من بيراميدز بتعادل ماتشات غريبة جدا بتعادل مع كسب استرن بالعافية اتعادل مع سيراميكا يعني يعني فيما تشات الاهلي خسرها اتعادل معها غريبة جدا ففقد هبته فهذا برضو عصفور مهم يكسب بالاهلي بكرة انه يستعيد تاني هبته اللعبة تستعيد سيخاطة في نفسها المدرب نفسه حالته المزاجية هتتغير 180 درجة يرجع التاني الاهلي للدوري لا لا لو كسب المطشين المؤجلين يبقى فرق سلاس نقاط للزمالك يعني الزمالك متصدر كده كده حتى لو قال يكسب مؤجلاته لكن هيبقى ضاغط عزمالك بهذا الفوز ففي اكتر من عصفور حيدرب بيهم الاهلي في حالة الفوز بكرة عزمالك عشان كده كابتن محمود الخطيب كان حريص ان يقعد ويرفع من الروح المعنوية قدر الامكان بالنسبة للعيبة بتاعته طبعا الراجل سواريش عارف اللي الماتشي ممكن يخلص بوقت يضافه ركلات جزاء مر اللعبته برضو فريرا عمل كده عواد مميز الحق في ركلات الجزاء عواد بيشيل بالراكلتين في الماتش يعني ما فاكر الماتش المصري راكلتين شالهم والماتش اللي فات كفين في راكلتين برضو شالهم داخل الماتشي يا جماعة أسوان في الكاس راكلتين جزاء شالهم فعواد مميز الحق حتى الماتش اللي فات ده كان فيه بنالت تقريبا شاله ولا ايه ولا اللي قابليه مش فاكر يعني فعواد مميز في ركلات الجزاء الشناوي النهاردة في التمرين تقلق وشال انا عايز اقولوكم بيشوتوا عليه ركلات جزاء يعني اولا تصدى لمين بقاه الاربع ركلات جزاء النهاردة من ايمن اشرف ومن حمد فاتحي ومن قليو ديانج ومن محمد شريف والحياة تقلق في ركلات الجزاء كان متصدر النهاردة للتمرين علي معلول وبعده افشا وبعده احمد عبدالقادر لكن الراجل شغال على الفكرة دي على فكرة انه الاهلي شغال برضه على فكرة تدعيم الصفوف ده بقى بيضاوية كده هقولوكم بعض الاخبار انه هو بيفكر في مصطفى العش الباكليفت بتاع فريق غزل المحلة دخل اهتمامات الاهلي جدا انه يبقى بديل لعلي معلول محمود وحيد خلاص يعني هيقولوله شكرا في نهاية هذا الموسم هو حتى بدأ يرتب اموره فيه كلام طلعه الجيش عايزه فيه اكتر وممكن يروح في يوتشر فيه اكتر من حاجة يعني لكن بدأ يفكره فيه مصطفى العش بمقبل اضافة لاستدعاء الباكليفت بتاعهم بتاع سموحة اللي هو المعارد ده اسمه زهايمر انا اسمه محمد شوكري برضو من ضمن الناس اللي ممكن يستعادها تاني في الموسم الجديد الزمالك اولا عايزة لكو على حاجة فريرا اذا كسب الزمالك اللقب بكرة فريرا 350 الف دولار في البنك يعني المكافأة بتاعته مرتب شهرين فطبعا يعني هو كان مدرب عنده دافع ضخم جدا وتقريبا 170 والمائة 75 هو جاهزه في الشهر فحيخشوله مش اقل من 350 الف دولار من ضمن الدوافع يعني زي ما قلتلكم بارح لعبت الزمالك رايحناها مليون جنيه كاش في شنطة حتتوزع علم في حالة الفوز باللقب بالاضافة لمستحقاتهم المتاخرة اللي هياخدوها تمرين الزمالك شاهد روح معنوية مرتفعة جدا ظهر في حالة يعني طيبة جدا أشرف بن شرق للمفترض هيودع الزمالك بعد مباراة بكرة كمان أحمد سيد زيزو كمان إمام عشور عبدالله جومع ظهر بمستوى كويس جدا أحمد حمد الوينش ظهر بمستوى كويس جدا كمان محمد عوات ظهر بمستوى طيب جدا ورجع للقايم عدد من اللاعبين زي عبدالشافي مثلا رجع بعد غياب زي محمود علاء رجع بعد غياب زي أشرف روح رجع بعد إصابة يعني الزمالك تقريبا أبرس اللاعبته موجودين معه المقيدين يعني موجودين معه بكرة في المباراة الزمالك قرر في الشكوى اللي هيقدمه ضد جلت السراي بيقولك في 200 ألف دولار نقصين في الفلوص اللي اتبعتتلي من جلت السراي جاي له من فمصافة محمد أربعة مليون دولار قالك بجانب المتين ألف دولار أنا جمان حطلب الخمستاشر في المية بتوع إعادة بيع مصطفى محمد لنانت أنا معرفش تفاصيل عقده مع النادي الفرنسي هل هو رايح عارة لمدة سنة بنيت بيع أنا قاريت كده إنه رايح سنة بنيت بيع لسه مش عارف لكي الزمالك حيطلب خمستاشر في المية وفق التعاقد الرسمي اللي تم بين جلتا سراي وبين نانت الفرنسي في انتقال في صفقة انتقال مصطفى محمد ليه الدور الفرنسي وهشوف مصطفى محمد قدام ميسي على فكرة يعني مصطفى محمد هنشوفه بيلعب قدام ميسي وبيلعب قدام الإمار وبيلعب قدام بابي يعني هيبقى حاجة حدودة هناك يعني من ضمن الأفكار اللي الزمالك شغال عليها اللاعبين الأجانب ده بالنسبة له مهمين جدا وهيعمل زي ايه تعديل كبير جدا في الموجودين و في ناس هتمشي وفي كلام انه من ضمن الناس اللي هتمشي الجزيرة رقم تقلقه في الفترة الأخيرة بس بريرة حطي الجزيرة في كفة وقالهم اتعاقد مع مهاجم قوي في كفة لازم نتعاقد مع مهاجم الأول الأفريقي قوي عشان نسيب الجزيرة اللي بدأت تجيله عروض من السعودية ومن الإمارات ومن أكتر من مكان المهم الزي مالك في مسألة اللعبين الأجانب بيزبط الدنيا بس عايز يسيب مكان احتياط الفرجان الساسي طب ليه قالك ممكن الدحيل القطر يفاجئ الكل واستغنى عن فرجان الساسي في اللحظات الأخيرة حتى الآن مفيش كلام من الدحيل هيستغنى عن فرجان بالعكس المدربي بينك بيقوله متمسك بيه بس بنت عارفين انه فجأة زي يوسف بليلي كده في الكاسة العرب هو شغال عرفنا ان قطر سابته لو تفتكروا النادي بتاع في قطر سابه فممكن ده يحصل مع فرجان الساسي فعشان كده حصيبين مكان احتياط الآخر لحظة في الأجانب ان ممكن هم اتفقين مع فرجان اذا الدحيل سابك تاخد الطيارة وتيجى على طول على مصر توقع مع نادي الزمالك أبو جبل وطارق حامد بيجاهزوا خطاب يبلغوا بيه نادي الزمالك رسميا ويخطروا بعد مباراة الفاينال بكرة رسميا بالرحيل عن النادي بعد انتهاء عقده الزمالك متمسك بفكرة انه هو العقد لغاية نهاية الموسم لغاية نهاية شهر ثماني لكن الاتنين ارتبطوا بقود طارق مع اتحاد جدة وابو جبل مع النصر السعودي الزمالك بيجاهز على طول لما شم الريحة بيجاهز مذكرة وشكوى رسمية مع المحامل الاجنابي بتاقى وحيقدمها في الفيفا دايريكت على طول وصل درجة العداوة لهذه المرحلة ان الطارق حامد الزمالك ممكن يشتكيه في الفيفا وابو جبل الزمالك ممكن يشتكيه في الفيفا ابو جبل عنده مشكلة طارق حامد ما عندهش مشكلة النادي الاتحاد جدة مستنيه في النمسا وخلاص وحيعلنه خلال 48 ساعة الصفقة رسمي ابو جبل النصر مش عايز يخش في صدام مخصوصا ان هو اتعاقد مع حدث مرمى خلاص وممكن يحطه على قائمة الانتظار زي الكلام اللي بيقول بالفيه فاكرة بدأت تتداولها لو عنده دا الخبر المواقع والصحافة السعودية بتقولك ان ابو جبل ممكن تحطى قائمة الانتظار في النصر وممكن النصر يحل ازمته بقعارته لنادي مصري غير الزمالك ازاي قالك انا مش عايز اخش في اخناق مع الزمالك الزمالك هيقعد يروح للفيفا ويقول لك قصد الموسم بينتقى في نهاية الموسم في نهاية شهر 8 ويخش في حواديد وانا كده جده جبت حارس مرمى تاني اللي جواه كان حارس مرمى نابولي ده اللي هو لنادي مصري اوابية وحتى لنادي مصري بحيث ان الموسم ينتهي في مصري يقدر يشترك مع نادي المصري فابو جبل عنده قصة لكنه هو مقامن نفسه بحاجتين خد مقدم 7 مليون ريال فأمن الدنيا بشكل رسم انه خد المقدم وكمان مع نسخة من العقد لمدة سلاسة مواسم او سلاسة مواسم مع نادي النصر السعودي